السلام عليكم ورحبا بكم الناس في جيسكا كي تود الأخبار المليحة لازم ننفرح وكي تجي الأخبار تجي وراء بعضها والحمد لله قرب العالمين المهم مشاريع موبيليس ستبدأ بالتحرك وتشسد أمام الأمر الواقع والحمد لله أخبار غير باناني باناني دلونا لايك الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق عن متعكم بالخبر الجميل هذا وكالك الشماء عبدالعزيز الروقي بمقر الفريق في تيزيوزو مع كل أمال شركة شابيب القبائل قصد شرح الخطوط العريضة التي ستنتهجها شركة موبيليس في تسيير النادي وكذا طريقة العمل التي تعتمدها الشركة نزيد لكم هذه ومبعدنا نحكي على المشاريع اللي لازم تتبق على أمامة خليوهاش في الورقة فقط المهم بداية التحضير للنعيقات جمعية العمل الاستثنائية للفريق تنتلق في انتظار تحديد التاريخ بصفة رسمية وإرسال الدعوات لكل المساهمين هذا خبر على حدة فقط المهم موبيليس ستبدأ في تتبيق مخططها لجزاله والحمد للهرب العالمين موبيليس راهي شركة ناجحة من بين أولويتها وإن شاء الله يتبق بسرعة يعني مركز تدريب لشبيب القبائل هذه مفروق منها قال لك هذا هو المخطط الأول ولازم وإلا ما يكونش هناك مشروع رياضي مشروع رياضي في مركز تدريب أيضا راهوا راه يتحول إن شاء الله وبناء مقر جديد يليقوا بصمعة النادي يعني المقر شفنا المقر شبيب القبائل فيه الكووسيديك وكدام ناديك يعني مقر كي مهكاك يعني لا يليقوا بصمعة النادي راح يبني مقر لنادي هذه ديناها بان ربما ما اضرنا لها في فيديوهات سابقة هذه مفروق منها ولكن اللي راح تركز عليه موبيليس والمشروع الضخم إن شاء الله مدام كين ملعب تيوزي والزو راح يديروا مركز تكوين إن شاء الله يكون قريب من الملعب لا كانت كين الأرضية تكفي ولا تخافوا على شبيبة القبائل مدام جاءت موبيليس الحمد لله شفنا أرباح موبيليس هذا العام راح زادت بنسبة كبيرة ملايات دولارات حجم ليحا ولما لا تنفيستي في شبيب القبائل ولما لا يكون مشروع أنا باك ليان فيستي فيش يعني صراحة سنا لي يجي شبيب القبائل صدقني راح يكون له مشروع ناجح أنا نقول لك له مشروع ناجح إفريقيا ووطنيا نظرا لي روح الألقاب لي راهي لاسقا في شبيب القبائل لي راهي متبنيتها شبيب القبائل روح الألقاب جي عن شبيب القبائل عندها روح سبيسيال كريال مادريد في لاليك دي شامبيون الشبيب راهي كون تلقى الرجال يعني الرجال صح وتاكور تقادم ومع الأموال ومشروع موبيليس صدقوني بلي الشبيب راح تولي ريال مادريد إفريقيا مشروع ناجح بإذن الله دلونا لايك على الفيديو أبوني في القناة نجيب لكم غير الباناني لايك على الباناني هذه يلا مع فيديو جديد وأخبار جديدة سلام خوتي ترجمة نانسي قنقر